بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مرحبا في قناتي من جديد ان شاء الله تكونوا بأحسن أحوال اليوم في وصفة مادلان بدون فرن هذا المادلان خفيف وسهل وسريع والبنة هيلة بالنسبة لهذا المادلان سوف نطيبه في الفرن سوف نطيبه على البخار نطيبه في الكسكاس هذا المادلان درته انا بالكاكاو سوف نذهب للمقاد يفتح هذا المادلان لدينا ثلاث حبات البيض نضيف عليهم مرشة والملح نضيف كاس السكر نتذكر نصف كاس نتعزيز لدينا كاس لبني ونخلط هذا المكونات الباطل والمدرب اليدوي نخلط هذا الخليط المليح حتى يرجع لنا اللون بتاعه ابيض ولا يتغير لنا اللون بتاعه يمن للأبيض بعد ما نتحصلوا على هذا اللون راح نضيف ملعقتين تح كاكوب من بعد نخلط هذا الكاكوب مع هذا كل مكونات من الأحسن هنا يا ان نخلطه بالملعقة قبل من نستعمل الخلط نخلط هذا الكاكوب من بعد نجيب كاس تح فرينا ونضيفه على هذا المكونات نضيفه على هذا الفرينا كيستح حملة الحلوية ونخلط كامل مكونات مع بعض مكونات سهلة وبسيطة اقتصادية نحاول هنا بها اللاين كامل هذيك الفرينا من كامل نخلط هذا هو الخالط التاعنا تاع المادلان شوفوا القوام التاعه راح نجيب كؤوس ورقية هذو تاع القهوة ولا تاع الشاي كما راكم تشوفو اذا هذا المادلان تاع اليوم راح نطيبوه في الكسكاس على البخار وراح نطيبوه في هذا الكؤوس ما نحتاجوش القوالب بتاع المادلان راح انا يا النقص في هذا الكؤوس كيما تقدروا تستعملو كؤوس صغيرة هكذا نكمل كامل لنقص منهم هذو كؤوس ونعاود نبدأ لكم هذو هما بعد ما نقص منهم كامل راح نفرغ انا الخالط في هذا الكؤوس ما راح نعمرهم كامل من بعد كي يخمروا يجو هذو كوما تقريبا ثلاث ملاعق في الكاس بالنسبة لهذا المادلاني جي هش وخفيف كي مغلابا نكمل نعمر الكؤوس هذا الوراقية. هذو هما راح نديهم نوريكم طريقة كيف نطيبوهم. درت انا فوق القدر ولا ايناء ولا اللي عندكم. اه كس كاس ولا ديروا اي اادة عندكم المهم تخرج البخار. حطيت فيها هذوك الكؤوس هكذا. هنا احسن متقربوش الكؤوس. انا هنا الكمية اللي درتها قليلا قد نديرهم كحفي ضربان طيبة لخطر الشرح يخمروا ويخسروا اللي فورن الحبه على المادلين. اذا اغطيتهم بالغيطاء وخليتهم يطيبوهم المدة 20 دقيقة هكذاك. ومن الجهة جبت في في غرفية كما هكذا. جبت زكر غلاسي وزيت عليهم 2 ملعقة متوسطان تاع عصير الليمون ورح نزيد عليهم ملعقة كبيرة تاع حليب. رح نخدم كما كشغول طليات على الطابع اللي كنا نخدمها بسكر غلاس. رح نخلط هكذا هذا المكونات فقط كمية قليلة مع انا المادلين اللي درتو ولا الكمية تاع المادلين قليلة ثم لبغيتو ضحفو المكونات. رح نخلط هكذا رح نضيف شوية انتاع السكر غلاسي. هذا هو القوام بتاع هذا الخليط ما يكونش انا بغيتو يكون هكذا جاري شوية ما يكونش اه شاد رحو بزاف. رح نشوف هنا المادلين تاعي او طابلي ندير هكذا كوردو الى خرج اللي ناشف هذا كورا طيب. بعد ما طاب المادلين تاعي نحيتو من فوق النار و جبتو انتما من احسن تخلوه يبرد وتنحولو هادوك الكؤوس الورقية. هذا هو المادلين تاعنا بعد ما طاب شوفوا طريقة كيف هننحو هادوك الكؤوس. رح يسنحاو معانا فاصل مو. هكذا ويجي هذا المادلين ناجح معانا مية بالمية. نكمل كامل الناحي هادو كل الكؤوس الورقية اكذا. جا خامر و اسفنجي ما شاء الله. ما تخافوش من هادو العملية. ما راحش. اصلا الخليط تاع المادلين يكون خفيف. ويطيب معاكم عادي. شوفوا الشكل التاعه. فقط انا كنت قربت هادوك الكؤوس لبعضهم. شوية الشكل التاعهم. اخسر لي اللي هنا ايو. نكمل الناحي هادو الحبة التالية على المادلين. الشكل التاعه شوفوا. ونذهبوا للتزيين تحت المادلين البسيط جدا. وانتوما كما تبغوا تزيينه وزيينه. انا كما قلت لكم درت السكر القلاسي مع عصير ليمون وملعقة تحليب. ورح ندير هادو الشكل. اولا هادو التزيين عشوائي. نحط شوية نتاع السكر هكذا. اولا هادوك الخليط. من فوق. ونخليه يهبط على الجوانب. ويبقى التزيين اختياري كما نقولكم في كل مرة. ويبقى التزيين اختياري كما نقولكم في كل مرة. فهم ماء الاحبات على المادلين. فهم ماء الاحبات على المادلين. نضع الحلويات اللي كنا نحضرهم بكريتا طابع وكامل هي متوفرة هاد الحلوة ها قضاء ونرشع ليهم شوية من الفوق ونقدمهم بطريقة بسيطة وسهلة نكمل كامل ندير لهم هذك الخاليط تعال السكر هذو هما الحبة تعال المادلين بعد ما كملتهم ستقوني يجي خفيف هذا المادلين وطعمه رائع بهذك السلسة على السكر والذيك الطلية اللي درناها المفوق خاصة ان الذوق تعال الليمون يجي رائع ملفوق مرح تجي طرية هكذا ومع هذا التزيين البسيط تقدري تحضري هذا المادلين لضيف الغفلة حطيه في الكسكاز وخليه يطيب ما تخافي منه لا يتحرك لولو المدة عشرين دقيقة كما قلت لكم هذا هو الشكل النهائي لدينا نتمنى اينا الاعجابكم وتجربوا هذا الوصفة نظن مكيش اسهل من هذا الوصفة وهذا المقادير البسيطة حذروا وفرحوا به الاطفال الاطفال يبغوا هذا الحلويات اللي جي مسكرة وحتى الكبر يبغوهم رح نحاول هنا انقرب لكم هذا المادلين تشوفوه كيفه خرج من بعد رح نجيب انقسم لكم هذا المادلين تشوفوه كيفه كيفه جاب شوفو هديك الطالية نزال تطرية معنا والمادلين لدينا الى الكاكاو هذا هو خاصة للمحبيه الكاكاو وفي الاخير تحاد الفيديو اشتركوا في القناة